هنروح لأخبارنا يمكن هنبتدي دايما بكرة اليد كرة اليد عن راشق أخبار كتيرة يعني ولكن خبر الرئيسي هو منتخب الشبات 2004 اللي بيلعب في مقدونيا دلوقتي بطولة العالم الحقيقة عمله فاجئ الجميع منتخب مصر الحقيقة للنشآت 2004 سطاع في مباراةه الأولى الفوز على كرواتيا وهي أحد المدارس الكبرى في كرة اليد للسيدات فازت بكم بناتنا 33-31 وطبعا يعني ده كان ستارتين كويس جدا ومنذ لحظات فازوا على مقدونيا الشمالية البطولة بتتلاعب في مقدونيا الشمالية منذ لحظات فازوا على يعني كان مباراة بتتلاعب من شوية على كازاخستان كازاخستان فازوا 39-21 طيب مين اللعيبة اللي بينادي الأهلة واللعبات اللي بينادي أهلة اللي بلعبوا في المنتخب عندنا أربعة جهاد وياثرب وملك أحمد وشروق محمود جهاد وياثرب حراس مرمة وملك أحمد باكليفت وشروق محمود بتلعبها المنتخبة هياخد راحة وهيلعب على كده مع الهند طبعا لو إن شاء الله كسبنا الهند أسهل ماتش إن شاء الله هنكسب الهند يعني أسهل من كازاخستان وأسهل من كرواتيا يمكن ماتش كرواتيا وكان أقنق الزجاجة وبفضل الله باحتمال كبيرنا تأهل أول أول هذه المجموعتنا وده هيريحنا جدا 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 في الأدوار اللي بقى كده مش بعيد البنات يروحوا المكان بعيد والحقيقة أنا عايز أقول لكم على حاجة لو تفتكروا إحنا في برنامج الأبطال طول عمرنا بالنادي اللي بقى لينا منتخب سيدات في كرة الياد وكنا بنطالب إن منتخب طالما منتخب الرجال بيأحقق كده مية المية ونبغم منتخب السيدات يقدر يحقق هي جينات واحدة وإعداد واحد ولكن ما كانش فيه اتحادات بتيجي بتاخدوا الموضوع بهذه القوة ولكن الاتحاد الحالي أو اللجنة المؤقتة للإدارة الاتحاد الحالية متبنية الموضوع بقوة كان قبل كده منتخب النشاءات بيشارك دلوقتي الشبات بيشارك وبيعملوا ستارتين قوي جدا بيكسبوا على الكرواتيا نقدر نحافظ على هذا الجيل 2004 نحن نكلم في منتخب عمره 18 سنة نقدر سنة أو 22 يطعاموا باللعبات المحترفات لنا في أوروبا أصبح عندنا قوام منتخب قوي جدا وده الحقيقة اللي أنا شايفه كان دايما الاتحادات اللي قبل كده مقصرة في ذلك ده قول الحق لأننا فعلا أتمنى أشوف منتخب السيدات في كرة الياد زي الرجال عندنا ونقدر طب ليه نخسر مديلية إحنا نقدر نجيبها سواء في أفريقيا سواء أنجولا أقوى فريق مثلا تونس نقدر نكسبهم عندنا الفكر وعندنا الاستراتيجية زي نعد منتخب نقدر بس المهم يبقى عندك الولينج عندك الرغبة كالتحاد ألف مبروك ونتمنى إن شاء الله أنهم يفوجوا بالمناسبة البطولة بتتلاقي في الفترة من 20 يوليو اللي احنا فيه لغا 10 أغسطس يمكن بطولة وقتها طويل يمكن دخل على 30 يوم والمنتخبنا كانت أهل منتخب ده تأهل طبعا بعد ما فاز ببطولة أفريقيا اللي تعاملت أنا أسف هي 10 تيام آه 10 تيام ما عليك أن تبلغوني البطولة من 30 يوليو أنا أعيش 30 لعاشر أغسطس الفكرة بقى اللي أنا عايز أقولها لكم إنه المنتخب ده بطل أفريقيا المنتخب ده فاز ببطولة أفريقيا هتلعبت في 26 فبراير لعاية 6 مارس اللي فات يعني المنتخب متأهل عن جدارة ببطولة أفريقيا